لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد وماتوا زملاء كثير نعرفوهم الله يرحمهم يعني دفعوا الثمن غالي فيهم ناس عسكريين تم خطفهم وأذكر هنا مختنم فرصة هذه فيهم زميد اسم ليفيف بن يوسف هذا ليفيف بن يوسف كان طالب ضابط عامل في المدرسة العليا للدفاع الجوي على الإقليم بالرغاية كان زميلي دفعاً تاعمل هذا الشخص متدين شاب ملتزم جاي من خمس مليار من أروع ما رأت عيني في الخلق والكرم والطيبة والمثل العليا مثل هذا وحبه لوطن والله العظيم كنا نجلس أحياناً ونشاهدوا نشرة الأخبار يوره مثلاً عملية قتل بعض الجزائريين كان يبكي بالدموع يعود إلى غرفته يبكي بالدموع على قتل الجزائريين هو يصلي إنسان يحفظ في كتاب الله نحن واحد الإنسان لم ترعيني في طيبته ولم ترعيني حتى في جماله ووحد الرائع يعني حتى الناس كان كان العسكريين مساكني حبوا يجيوا ربحوا ببرميسيون كيظلوا ما عندوس درهم يعطيهم درهم وهو يقعد ثم ما عندوس بس يروح ظروفه العائلية بارحة والبارحة شفت فيديوه والدته والله أبكتني أم الجزائرية العصيلة كيفاش الله ما زالت تبكي على ولده راحوا تخطفوه وداروا السيناريو كانت الكتيبة تروح أحياناً تحرص واحد المال بلاسة انتع واحد المصنع انتع خبز واحد مؤسسة تصناعة الخبز في قرصه راحوا ثم وجلس مع الصعب وكان في شهر رمضان وكانوا يحطوهم حراسة من هنا وكان جاب يوزع الزلبية على الناس العسكريين وبعد راح باش يصلي اختفى يخرجوا الدعاية باللي رابي طلع للجبل هو مسكين ما طلعش للجبل كان ثم جماعة الدياراس موجودين في مقر المؤسسة اعتقلوه ثم وبعد في الليل اعطواه الأمر للجماعة قالوا لهم غادروا عندكم واحدة رابي طلع للجبل مع الإرهاب راي كانت سيارة تستنى فيه المنطقة لا يمكن أن يصل لها بطريقها اداوه بعد قتلوه وانا كدخلت السجن التقيت مع ناس في السجن كانوا يعرفوه ابناء منطقته اكدولي بأنه هاي القصة وعطولي القصة اللي عندهم هو مثل هذا الشخص بل أنه كانوا يحاولوا خمس مليار في ذلك الوقت فيها جماعات إرهابية جزاك حاولوا يضغطوا عليه غددوه يضغطوا عليه لأنه يبن المنطقة ويعرف الناس يعرفوه أنه ينتقم يقتل أصحابه ويدير عملية ويضغطوا عليه ورغم ذلك أبداً بطل حتى مايروح شمسكي وداوه قتلوه وليومنا هذا الأخبار عليه بل أنه حاول يشوهوه بأنه التحق بالجماعات الإرهابية ويشهد ربي أنه ما عنده على قلب الإرهاب ولا بشيء كان تعرف واحد ابن منطقة يكونوا ناس طلعوا للجبل ويعرفوا بالي يروا فلان أن تحق العسكر يحاول يبعثونه المساج يحاولوا بأي طريقة كانت باش يهددوه باش يخوفوه كذا وكذا باش يضغطوا عليه باش يستعملوا غرفة ذلك حتى تم اختطافه وقت وما أكثر من هؤلاء اللي دفعوا الثمن لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله